نحن بحاجة إلى أن نجدد أيضاً في الفكر وتجديد الفكر يا جماعة بيترتب عليه الدولة القوية الفتية الدولة المنضبطة على هدي الله وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال ده أيضاً بنخرج منه إلى أننا يجب أن نؤمن زي ما قلنا وإحنا بنراعي المنهج العلمي اللي ربنا حطه لنا كضابط نصوم به اليتيم وإحنا بنربيه أيضاً الدولة بنحميها بالميل إلى المنهج العلمي بعيداً عن أنصاف المثقفين ليس كل من قرأ آية أو حديث أو حاول أنه هو يدلو بدلو مؤهل لكي يصل ودايماً بنقول إن حالة اللغة اللي بنشهدها الآن بحلها جملة واحدة قال أحد كبار العلماء وهو سيدنا الحسن البصري لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف ولذلك أرشدنا الله إلى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر